جاء المسيح فعلا يعني بحب الآية في يحنى عشر عشر يقول الكتاب الإرهاب لا يأتي إلا ليقتل ويذبح ويهلك أما يسوع قال أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل المسيح يعتبر شامبيون للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المرأة قبل ما يكون فيه جزء من الأمم المتحدة لحقوق المرأة لما بنرجع للإنجيل والرسل بتشوف كم من هذه الحقوق العظيمة اللي الرب يسوع اتكلم عنها تعرفوا كان فيه عداء تاريخ بين السامريين واليهود والكتاب في يحنى أربع أربع مكتوب كان لابد له أن يجتاز السامرة مع أنه كرابا يهودي كان ممكن يروح للشرق لغور الأردن ويدور حول المنطقة إلى الجليل ولكن كان لازم يروح لأنه شاف بمخطط الإله كما قال في يحنى أربعة أربعة وثلاثين طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله والتقى بامرأة سامرية عند بئر صخار وهناك بادرها بالحديث وعبر عن احتياجه للماء الجسدي لأنه كإنسان المسيح كابن الإنسان كان عطشان ولكن حول الاحتياج الجسدي إلى احتياجها الروحي لأنه قال كل من يشرب من هذا الماء يعتش واتكلم عن مياه حية تفيد من البطن أنهار مياه حية إلى درجة أعلن أنه المسيح المنتظر للمرأة السامرية جاءت المرأة لتستقي ماء ولكن تركت جرتها وركدت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعل ألعلا هذا هو المسيح وكما سمعنا من الأخوات المباركات فعلا المرأة السامرية كانت بمثابة شهادة لبلدتها إذ مكث المسيح يومين وآمن به جميع البلدة واعترفوا اعتراف مهم جدا أن المسيح بالحقيقة أنه المسيح مخلص العالم مخلص العالم وهكذا الرب يسوع كسر حاجز العنصرية بين اليهود وبين السامريين وعلم أنه لا فرق بين رجل وإمرأة بين ذكر أو أنثى بين عبد أو حر وللأسف إلى يومنا هذا حتى ما زالت تمارس بيع البنات وبيع العبيد وطبعا هذا ضد كلمة الله وضد الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر